أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعرك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية من السماء آية فظلت أعناقهمها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتي لهم أنباء ما كانوا كذبوا به يستهجئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى حارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقلا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا مريدا ولبست فينا من عمرك سنين وبعهت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنغ علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطلون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجل عنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء به صدق الله الرعظيم صدق الله الرعظيم